جبس مصر والترندل لقلب الدنيا تعالوا مع بعض النهاردة نشوف أصالة أو مي اتكلمت النهاردة بكل صراحة مع موقع بصراحة في تفاصيل كتيرة جدا 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 وأول تعرفهم ببعض من خلال ايه ومين طبعا جبس مصر بيقول هي صاحبتي وهي قالت أنا مش صاحبته أنا صاحبة هبة عرفت هبة أول لما نزلت مصر اشتغلت في مطعم سمك ومن هنا كانت بداية تعرفي بهبة ومن هنا كانت تعرفي بهبة وجبس طبعا ولادهم بيحبوني جدا وكنت دايما طول الوقت أفضل أنصح هيبة خلي بالك من ولادك السوشال ميديا ما بيرحمش وكنت بخافة على ولادها وخلي بالكم أن ولاد هيبة بيحبوني جدا في يوم من الأيام أنا طبعا سبت مطعم السمك واشتغلت في مكان تاني بعد كده حصل خلاف في المكان اللي أنا كنت بشتغل فيه وتركته هو كمان بعد كده جات لرسالة من هيبة بتقول لي بص حبيبة قلبي أنا في حاجة عايزة أخد رأيك فيها وقلت أنت أولى من الغريب طبعا أصلا بتقول كان فيه إلحاح من هيبة بعد اتصالها بي وبعتت لرسالة كده على الفون عندي بصي أنا عايزاكي في مسلسل هنعمله وانت أولى من أي حد غريب وفضلت تقنع فيها لفترة طويلة وبعد كده حاولت أن أنا يعني برضو أشوف الدور إزاي أو في إيه قالت لها إحنا مع شركة ومع أنا شغل كبير ونستمر مع بعض فترة كده وصدقيني دي فرصة العمر وانت الكسبين طبعا أنا وفقت علشان كنت أحبة أن أنا أزود دخل شوية علشان أجيب ولادي يعودوا معايا هنا بعد كده لما وفقت ابتدوا هم بقى يختاروا اللبس اللي أنا هلبسوا وزي ما كنتوا بتشوفوا في التصوير اللبس بتاعي كان معظمه كله عريان وده كان اختيار دايما من هبة وجبس كمان علشان يعمل إثارة ويخلي المشاهدين والمتابعين يكون فيه اهتمام والمشاهدات تزيد معانا والدنيا تكبر أكتر وأكتر وكمان الديريس الأسود اللي أنا كنت لبساه أنا مع جبس ده أنا كنت ضده لكن هبة قالت ده حلو جدا ومناسب وكمان انتشر بسطورة رهيبة جدا على كل مواقع تواصل اجتماعي وده يعني عايز أقولكم أنه هو أغضبني جدا وبعد كده كان فيه عندي زي تقنيب ضمير من التصوير اللي بيحصل إزاي أنا أوافق على نفسي كده والوضع اللي أنا فيه ومن هنا بدأت تقنيب الضمير بالنسبالي وكنت مضايقة جدا ومستيقى من الشكل اللي أنا بظهر به ومجبرة عليه منهم من جبس ومن هبة وأكتر لقطة دايقتني هي لما هبة جدت خبط على الباب وهو قلع القميص طالي زي زهول فبقول له ليه بتقلع القميص قال لها عادي عادي مش مشكلة مش مشكلة لأن هم طبعا كانوا عايزين ياخدوا اللقطة والشكل يطلع بالوضع ده بتقول أنا بعدها كنت بغلي وإيه الشكل وإيه الحاجات اللي بيعملوها دي أنا مش فهمة رغم أن أنا كنت يعني طول الوقت قال لهم أمان يقولولي أمان ما تخفيش معانا محامي أنا بجد كنت مستقى من نفسي وانزلت من نظر نفسي كتير قوي 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 على اللي أنا كنت بعمله وبصوره معنا طبعا مي أو أصالة بتقول أنا شفت معاهم البدع بتقول لما هبة تفت في وشه فبقول له يعني إزاي أنت تقبل على نفسك كده قال لها عادي عادي عشان الريتش يعلى بتقول أنا كنت في زهول وطول الوقت يعني بنقد نفسي إيه القرف اللي هما بيعملوه ده وإزاي أنا قبل على نفس الوضع ده وطبعا ما كانش ينفى أن أنا أعترض على أي حاجة لأن كنت لما بعترض يقولولي علشان الريتش يعلى يا مي فلوس يا مي فلوس يا مي وكمان لما بالفيديو طلب مني أكلة الحمام عايز أقول لكم أن هبة هي اللي عملت الحمام وبقديرها هبة كانت بتتعمد أنها تجيب لي لبس عريان وخليع كنت دايما طول الوقت أقول لها يا هبة حاول تجيبي لي لبس محترم أنا عايز أطلع بلبس محترم هبة طبعا كانت بتجتهد كتير جدا علشان خاطر تجيب لها اللي هي يعني حاجة تكون قريبة من دماغها ربنا يهديهم بجد يعني صورة سيئة جدا 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 الكل مستاء وكل التصرحات اللي طلعة بيها مية وأصالة حاجة بصراحة تحزن إزاي إحنا يعني أخلقنا وحاجات كتير قوي رحت مننا علشان خاطر الردش يعني علشان خاطر المشاهدات أفيقو يا أمة محمد أمة الإسلام إحنا أمة عظيمة جدا 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 أنا مش عارف إحنا لما نقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنقول له إنت اللي بكت في يوم من الأيام علشان خاطر كنت مشتاء لينا إزاي وإحنا بنسمع وبنشوف كل الحاجات اللي أصلا يعني ما تخطرش على عقل أي مخلوق إن يحصل ده كله علشان خاطر الفلوس والماديات الفلوس بتروح وكل حاجة بتروح لكن العمل الصالح ما بيروحش أبدا التربية ما بتروحش أبدا ربنا يحفظنا تعالوا نكمل باقي حوار مية أو أصالة مع موقع بصراحة بكل صراحة وبكل تفاصيل وكمان عايزة أقول إن منتاج الفيديوهات كان معظمه هبة اللي بتعمله هيا و جبس عايزة أقول لكم بجد أنا باعترف في كل المواقع إن أنا غلط وطول الوقت بتكلم مع ربنا وعندي تقنيب ضمير من اللي أنا عملته لإن أنا يا جماعة أنا بنت ناس وأنا لو عايزة أعمل حاجة تغضب ربنا كنت عملتها وأنا ببلدي ومحدش شايفني ولا حد علم عنا أي حاجة لكن أنا نزلت مصر بحب مصر وبحب ناسها وبحب إن أنا أجيب لقمة عيشي بعرق جبيني بالعامية كده زي ما احنا بنقولها بالمصري أصلا بتقول أنا كنت غبية علشان قبلت على نفسي إن حدي يماشيني وده أكتر حاجة هفضل أندم عليها عمر كله بالنسبة بقى الموضوع الأحضان اللي كان بيتم في خلال الفيديوهات أنا لما كان بيحضني كان جسمي بيأشعر كنت بكون خايفة هي كانت دايما طول الوقت بتطميني وتقولي احضني عادي كأن أخوكك كبير وأنا موجودة معاكم ومفيش أي مشكلة ده كله تمثيل يا باية ما تقلقش وما تخفيش كانت هي دايما معانا في كل تفاصيل وكانت دايما بتحاول تطميني علشان التمثيلية والفيلم العظيم اللي هما بيعملوه يكمل على خير لكن بجد اللي وقفني وخلاني أطلع بكل التفاصيل دي اعتابي نفسي وخفي من ربنا وندم الشديد جدا جدا على الغلط اللي أنا عملته الاعتراف بالحق فضيلة يا جماعة لما تعترف أن أنت غلطت في شيء وأن أنت ندمان وبتعاقب نفسك أمام ربنا وبعد كده بتتكلم كمان قدام الناس ده أكبر شيء تقدر تعاقب نفسك به وكمان ربنا يغفر لك ويسمحك عنه إن شاء الله ربنا يا رب يهديها ويهدينا ونسمع أخبار خير عن العالم كله علشان خلاص بجد نفسيتنا استاءت جدا 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 من كل الناس اللي منتشرة انتشار رهيب وبتنشر لنا طاقات سلبية وبتنشر لنا وبتصدر لنا والأولادنا طول الوقت أشياء بصراحة مقززة 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 ربنا يا رب أحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أمين يا رب العالمين تعالوا نكمل موضوع أصالة وجبس مصر وهبة أنا كل صحابي زعلوا مني عايز أقول لكم إن صحابي في السعودية تقريبا شبه إنهما اتشلوا من المناظر اللي أنا كنت بعملها وإزاي قبل على نفسك كده وكله كان بيهاجمني سواء كان صحابي هنا بقى وجراني واللي كانوا كمان في السعودية والأردن وكل أصدقائي كانوا زعلين جدا 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 ومستقين من اللي أنا بعمله والتمثيلية السخيفة اللي حصلت بجد أنا ندمانة كل الندم وهفضل طول عمري ندمانة على المسلسل السخيف اللي أنا عملته مع هبة وجبس وإن شاء الله يكون زمبي عليهم هم علشان هم اللي استدرجوني لحاجة زي كده طبعا بدافع المال وأغروني بالمال علشان خاطر أجيب ولادي ربنا يسامحني على اللي صدر مني بتقول أكتر حاجة طلعتني عن صمتي وسكوتي وتحملي الفترة دي كلها تحكم جبس فيها لو أنا أعدم عفع عربية أو جالي فون أو أي حاجة فيه للتليفون ويشخط فيها طول الوقت وزعيه علشان خاطر المصلحة بتاعتهم تتم على خير أنا بجد كنت أرفانة جدا من نفسي وزعلانة وحزينة إزاي أنا أقبل على نفسي إن حدي يتحكم فيها بالشكل ده دي أكتر حاجة شجعتني إن أنا وقف المسلسل السخيفي اللي هما شغالين فيه طبعا يا جماعة الله شاهد على كل كلمة وحرف بقوله ده نيابة على اللسان ماء في الفيديو اللي قالته من خلال موقع بصراحة حبينا نحن نتكلم برضو بصراحة وتفاصيل أكتر من خلال كل التفاصيل اللي قالتها ماء علشان خاطر نظهر للناس دي قد إيه مثال سيء جدا جدا في مجتمعنا الحالي إحنا محتاجين تغيير جزري للمجتمع الحالي وخاصة مجتمعنا المصري أصبح فيه مستنقع لازم نتخلص منه ونكمل نشوف مي قالت إيه وإلا خلاني كمان جبت آخر لما شتمتني هبة ما قبلتش على نفسي خالص شتمت هبة ليا والسبزازها ليا وإهانة هبة وجبس ليا هو طبعا كان تقريبا كده يعني عاشت دور وكده بالكتبة وبدأ يصدقها عايز تحكم فيها مين بتصل بيكي بتتكلمي مع مين هو أنت يا حبيبي حتكدي بالكتبة وتصدقها وده كان أول وقفة ليا ضد هبة وضد جبس ومن هنا بدأ الخلاف بيننا علشان خاطر تحكمهم الشديد أو فيها وخاصة هبة إهانتها ليا ده كانت عندي خط أحمر وتحكمه الشديد فيها برضو ده كان بالنسبة لي خط أح طبعا هنا المزيع لما بيسأل مية أو أصارة بيقول لها مين بيده وإيه شخصيته قالت ده باللفز كده زلمة بميت زلمة يعني ده راجل بميت راجل بيت بتقول ما عرفوش ولا هو يعرفني ولا أنا أعرفه سبحان الله يعني ربنا وضعه في طريقي كده من خلال لما جبس بوز شعري فأنا روحت البيوتي سنتر عشان أزبط شعري فقعد أصادي أو جنبي واحدة ستة فعرفتني فقالت لي إيه ده أنت أصالة فالحمد لله يعني أصبحت دوقتي مشهورة بس اتشهرت بفضيحة يعني بتقول أصالة بيدو ده راجل بمعنى كلمة راجل عنده 22 سنة صغير في السن لكن بسم الله ما شاء الله عليه ونعمة تربية راجل بمعنى الكلمة تعالوا مع بعض نشوف باقي التفاصيل اللي حكيتها أصالة عن بيدو بتقول أنا أول مرة شفت بيدو كان بيحاول يوقع ترند الجبس لكن جبس كان بيوقف له المواضيع ويقفل معاه الفيديوهات بيدو كان أول حد يعني اكتشف أن دي كذبة ولعبة من جبس وكان بيحاول يوقع ترند بتاعه فعشان كده لجأت له أصالة بيدو بيقول لأن أنا أكتر حد عارف شخصية جبس مصر وعارف أن هو هيستنقص معها وهيأكل عليها حقها والمناظر اللي كنت بشوفها بصراحة كنت حاسس أن هي متحوك عليها وحاسس وعندي شعور أنها هتحاول تدور عليها وهتجيب لي وده اللي حصل بالفعل وصلت لي وأنا وقفت معاها وهفضل واقف معاها لحد ما جب لها حقها من الأجذوبة والتمثيلية اللي مسلوها عليها وضحكوا عليها فيها لأن الست دي ست محترمة وما تستهلش أبدا اللي تعامل معاها والنصبية اللي عملت عليها يا هبة وجبس مصر ويقول في أول فيديو صورته لأصالة أو لمي وهي بتتكلم مع أم مسليم كنت متعمد عدم الظهور علشان ما يفكروش أو يحاولوا يقلعوا الناس أن دي كانت لعبة واتفاق وأن احنا لقلبنا ويدخلوا الموضوع برضو بطريقتهم والأكاذيب بتاعتهم فعشان كده كنت متعمد في بداية الظهور إن أنا كنت في بداية ظهور الكذبة والأصالة تظهر كذبهم كنت متعمد إن أنا أكون بعيد وبعد كده تدخلت واحدة واحدة وهفضل معاها برضو لحد ما أجيب لها حقها أكتر حاجة بقى عجبتني في بيديو وفي كلامه إنه هو فعلا قال كلمة حق قال حتى يعني جبس لما طلع علشان يبرر نفسه بيعاتب الناس بقول لهم أنتوا اللي بتحبوا المواضيع دي وانت اللي بتحبوا الأكاذيب وانتوا اللي بتكبروها وانتوا وانتوا وفضل يجيب اللوم كله على المتابعين بجد يسلم لسانك يا بيدو فعلا ده اللي احنا اتكلمنا فيه في أول فيديو عملناه عن جبس مصر وهبة والأجزوبة بتاعتهم الناس هي اللي بتكبر الموضوع بالمتابعين وبيقول أنا شايف إنه هم زي تشكيل عصابي بيحاول إنه هو يستعطف الناس من خلال ولاده من خلال زوجته من خلال الفيديوهات اللي هم بيعملوها بيحاولوا بأي شكل إنه هم يجيبوا فلوس ويكبروا رصدهم في البنوك من خلال استعطاف الناس لأولادهم والزوجته والحاجات الكتيرة والترندات اللي كل شوية بيعملها دي بصراحة أنا بقول إنها إهانة للمتابعين الناس بتحبكم فالمفروض تقدمونهم حاجة كويسة مش كل شوية تقدمونهم أجزوبة وتتحكوا على الناس وتطلعون بحاجة يعني مقززة طبعا هنا الموزيع بيسأل بيديو بيقوله طب ليه يعني أنت مهتم قوي وعمال تتحرى وراء جبس قال له علشان أنا أكتر حد عارف شخصيته وهو كمان كان يعني طول الوقت عايز حد من أصدقائي يقول لي شوف لحد قلت له أنا مش قواد لأكتر من مرة ويقول لي طب هنمضي مع بعض عقد فأنا كنت برفض موضوع العقد لأنه هو مين أصلا أنت صاحب شركة ولا أنت ستبكي ولا أنت أي حد يعني مهم إن أنا أمضي معاه عقد وأنا مش كده خالص وأنا هفضل ضده في الغلط اللي هو بيعمله وهفضل برضه وراء لحد ما وقعه خالص في الغلط اللي هو بيعمله ده عشان يوقف انتشار الأكاذيب اللي هو بيعملها ودحكوا على الناس وعلى المتابعين طبعا بيدو قال له أنا ما بشتغلش مع حد أنا بشتغل مع نفسي بحاول أعمل فيديوهات يعني ظريفة لطيفة كده تعجب المتابعين وفي نفس الوقت بحاول أن أنا بقدر المستطاع أن أنا أحترم عقليتهم فاستحالة أدخل معك أو مع غيرك شريك في أي كذبة زي اللي أنت عملتها مع صالة وأنا ضدك في أي حاجة غلط هتعملها هتلاقيني أول واحد واقف قصادك علشان كده هتلاقوني أنا ضد جبس مصر في كل حاجة بيعملها في تصرفاته الخطأ بيدو بيقول ما يغرقش شكل شعري وشكلي تحس أن أنا يعني ودروش وكده لأ لأ أنا علاقتي الحمد لله بفضل ربنا قوية جدا بربنا وبحاول وبخاف قوي من ربنا وبحاول أتحرق أي حاجة بعملها علشان خاطر أنا بخاف ربنا في آخر اللقاء بيدو جاب من على الفون بتاع أصالة كومنت مكتوب المفروض الكومنتز ده من المدير المسؤول اللي جبس مصر بيحاول يطمنها عن دورها في المسلسل اللي هما بيعملوه وبيعرفنا أنه هما دخلو لها من باب أنه هما بيعملوا مسلسل يعني مش كذبة وترند والحاجات دي فهي كانت دخلة على أساس أنه هي برضو مسلسل وهتاخد دور كويس وهتقبض منه مبلغ مد كويس ولا ضرر ولا ضرر لكن الموضوع طلع غير كده خالص وطبعا تشوف كل الحقائق وكل الأكاذيب اللي المعظم بيعملها ربنا يا ربي يصلح حالنا وأحوالنا ويحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن حبيت أنه لكم كل التفاصيل اللي قالتها أصالة واللي كمان شرحان نبيدو عن موضوع جبس مصر الموضوع بقى يعني زايد أو عن حده وكمان جبس وهبا بيستفزوا الناس في آخر فيديوهات ليهم ولا كأنهم عملوا أي حاجة بجد إذا لم تستحي ففعل ما شئت ربنا يهديكم طبعا دي كانت آخر التفاصيل اللي صرحت بيها أصالة وبيدو لموقع بصراحة يارب يكون فيديو النهاردة ينال إعجابكم استنونا فيديوهات تانية جديدة وأقول لكم دمتم في أمان الله دمتم سالمين مع ألف سلامة كنتم مع وفاق الشيخ في كلمة حق إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى